السلام عليكم وحبابكم معي في قناة حلويات اسماء اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وصفة بريوش هائل جدا جدا ان شاء الله اذا جربتوها يعجبكم بزاف بريوش بدون ذلك او عجن ولكن كيجي بحضل قطن وكيجي اسفنجي وخفيف بزاف كذلك ما غدست نستعملو فيها الزبدة يعني هذا بريوش بالزيت في نفس الوقت كيجي رائع جدا جدا بتمنى ان هذه الوصفات اللي يعجبكم وانكم تجربوها وفرجة ممتعة نبدأ على بركتي الله هنا في ايناء قدرت حبة بيضة كل ممتوسطها كاف الحجم قدرت واحد الشيء ديال الملحات قريبونا حجو جرشات مزيانين ديال الملح وشيء ديال الفانيلا هادي نحتاج هنا هي واحد العلبة ديال اليوغورت او الزبادي انا استعملت بينك هات الفانيلا هات البريوش ما غدش نديرو فيها ايضا الحليب يعني غد نديروه هادي نعجنوه باليوغورت او الزبادي وكذلك بالماء هاد العلبة ديال اليوغورت ما تخلصوش منها دي نستعملوها كقياس للماء والزيت فغادي نديرجوج كيسان ديال دافي بهاد الكاز ديال اليوغورت وغادي نضيف السكر الخاشن او السكر سنيدة خمسة ديال المعالق ممكن تزيدو او تنقصوه لحسب الدوق ديالكم كنضيف هنا ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز اذا كان الجو بارد اذا كان الجو دافئ ممكن تكتفيه غير نصف ملعقة غادي نزيدو ربع ملعقة ديال الخميرة ديال الحلويات دائما بملعقة كبيرة وغادي نستعمل خلاط يداوي باش غادي نخلط هاد المكونات جيدا ومن بعد كنزيد واحد الكاس ديال دائما بالكاس ديال اليوغورت كاس ديال الزيت النباتي كنستمر في الخلط بحال هاد الشكل ومن بعد غادي نزيد في الدقيق عندي خمسمائة جرام من الدقيق باش غادي نخلطو هاد البريوش غادي نستعملنا هاد الخلط الكهربائي اليداوي غادي نستعمل هاد الرجيلات الخاصين بالعجين ممكن تستعملو غير يديكم او احتلمي العقا باش تخلطوه المهم يعني خلطوه مسيام باش ما يبقون نجدوك الحبوب ديال الدقيق فكانستمرو كنزيد في خمسمائة جرام ديال الدقيق ممكن تحتاجو اكتر ممكن تحتاجو اقل على حسب النوية ديال الدقيق اللي عندكم المهم بعد ما كان نجمعوا العجين خصو يكون العجين بهاد الشكل تماما نفس العجين ديال السفنج كيكون كيتلسقوا الزاف وكيكون عجين اللي خفيف ضروري هذا هو السير باش غادي يجينا البريوش خفيف بدون عجن فغادي نخليوه يخمر مزيان ونرجعو نكمله هنا العجين ديالي هو خمر وضع في الحجم دياله غادي ندهني الدية مزيان بالزيت ونحاول نفرغ منه قاعدك الهواء اللي يجمع فيه من بعد ما خمر فاش كان نفرغ العجين من الهواء كان دهن مزيان يدية بالزيت باش نقدر نتحكم في العجين وكان بدأ نشكلوه على شكل كويرات صغيرة بهاد الحجم هذا يعني الحجم ديال تقريبا ديال الحبة ديال الماندارين نقام استمره بنفس الشكل ونحكي الكورات في شيء بلاتو يكون دهن بالزيت من بعد ما كان نشكل العجين ديالي كامل كويرات كان اخد هنا يا سطح العمل دهنو مزيان بالزيت دائما استعملوا الزيت باش نتحكموه في العجينة ديالنا لانها خفيفة بزاف وكانتلقوها بهالطريقة اللي كتلاحظو كانتلقوها مزيان وكانديرو القليل من الشوكولاتة نقطع في الوسط وكانتلقوها بحال شكل ديال بتيبان بهالطريقة ممكن تعمرو بالمرباء وبشوكولاتة ديال الدهن يعني ممكن تعمرو البريوش ديالكم باش ما بغيتو مقام استمره بهالشكل هادا تنكمل الحبات كاملين اه ونستفون في الصينيا ليتكون مفرشة بالورق ديال الطاهي ضروري ما تتفرشو لها الورق ديال الطاهي باش ما يلسقلكمش لبريوش في اللطاء او في الصينيا كيف ما كنتشوفو هذه الطريقة باش كنستفو العجين في اللطاء او في الصينيا ضروري ما تفرشوها بورق ديال الطاهي باش ما يلسقلكمش لبريوش بيها اه ما كانبعدوش ما بينتهم بزاف يعني بحال شكل غدينصايبو اه اشتهدو وفي نفس الوقت كنخليولهم شي الفارغ باش يخمروه في هادا المرحلة غد نخليهم متى كي يخمروه مزيال واضعف الحجم ديالهم بهذا الشكل كيف ما تلاحظو كيتلاسقوه اه اه كان اخد صفر البيض انا ازلت عليه شدة الفانيلا السائلة باش يتحيد منه الريحة ممكن تزيدو اه اه القهوة سريعة دوابان اذا بغيتو انا ما كان فضلش نستعملها في الفدان كي يعطيني كي يعطيني اللون غامق بزاف فقد نلقى كندهن البريوش غير بش شوية به هاد طريقة باش ما نحيدش منه الخميرة ومن بعد ممكن ترشوه باي حاجة بغيتو انا غدين اه غدين خليه اه طيب وغدين زينو اه وصفيا غدين ندخلو الفران نار تكون هادئ ايضا كان فرن غاز باش يطبو على خطرهم اما الفرن اما الفرن ديال الكهرباء مئو سبعين دراجة اه كنشعلو غير التحت وكنخليوه اه طيب ونشعلوه من الفوق باش يتحمر وكيكون الشكل نهائي ديال وهو هادا كيجير طب زاف زاف واسفنجي اهنا غدين نوريكم الفيديو يعني اش حل كيجير ورطب تنسبة الاخوات اللي دائما كيقولوا لي علاش مك تحلين لاش الحاجة قدامنا باش نشوفوها فهنا ايا كان حل لكم باش تلاحظو يعني ش حل كيجي خفيف ورطب انتمنى انها دي وصفاتنا الاعجاب بكم وانتمنى انكم تجربوا هاي دا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم تخلي وجام وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصل لكم الجديد ديال الوصافات ما تنساوش تعاليكم رائع دائما تشجعني نعطي المزيد والمزيد شكرا وزاك في المت اشتركوا فيديو جديد ان شاء الله